تمام؟ بس إيه بقى بعد كل ده ما فيه بس عشان عايزة أنا فيه سؤال محير جدا بس الوضع الوضع محير جدا ليه؟ لإنه ده أخو جوزك آه يعني أخو الراجل اللي كنتي متجاوزة اللي انتقل متجاوز أه استاني بقى أنا عقفة عند الحتة دي أنا عايزة بس أقف عند متجاوز دي أه عقفة بس أيوة تعالي بقى هو ده سؤال هتقالهولك استاني بقى أمل ليه يا أمل؟ الست عموما مش أقوله الست المصرية الست العربية أو الست اللي عايشها بره أو كده ليه أنا نيه قوي كده؟ ثانية واحد ايه يعني لما جوزها تشاركها واحدة فيه؟ لحزة نقف؟ ليه الست كده؟ لحزة لحزة عشان أنا سبعت السعادة والسعادة بستفزني ليه انتوا كده؟ جاوبي ساليا عبد السلام تخيالي بعيدة عن الهواء وبعيدة عن الحلقة بيني وبينك ترضي عرضة بي ترضي ان جوزك يشتركك فيه حد تاني الله يهديه عمر ما يقولها الله يهديه بعيدة لك يا أمار لا طبع يا جماعة طبع يا جماعة مفضلكوا بس معلومة علمية ده لو قلبي هيشاركني فيه لا يا حبيبي خفى عليك معلومة علمية اتثبت بالتاريخ ليه بقى احنا كده؟ هقولها لك وركزي معايا كده فيها جماعة والله العظيم فيها جماعة لحظة مش مكتوبة وصفها في الكتب ولا فيه اي عالم او عالمة هتقدر توصفها في مرجع بتحصل لما ست بتحب جوزها وتتخيل انه في اللحظة دي هو يعاشر امرأة اخرى هي بقى ست دي منتقبة محجبة ايا كانت عقدتها ايا كانت ثقافتها فيه حاجة شوفي انا قلت ايه ما يتركتبش ما تتحللش شيء ما يتسميش تقولي بقى نار تقولي اي مش حاضر اوصف يو عاشر ايه اعمال انا لو شفت وبيبص نفس البصة بتاعتي فترة وغريزة ووحدة تاي بصة مهما كانت موافقة وعارفة انه ده شرع ربنا وعارفة انه فيه ضرورة الستة بقى زين انا بكلمك عنها لايكو عنده كل الستات سواء كان جهاد ولا مش جهاد يعني اه هو ده جهاد هي اللحظة دي كلهم بيحسوها طب تفتكري امراته هتزعل فيه واحدة بتعبر فيه واحدة بترتكب جناية طب تفتكري يا جماعة هم مش قصدين يأذوا هي لحظة انا كامرأة فيه غريزة يا نهاري سويد ده دلوقتي كزا كل واحدة بقى وشتانها طب انا هاسألك على حاجة فطبعا نعمل حساب طب لو درجة حبها ان مراته دي لها صحبتك ايوا تعالي بقى اسألك بقى لو درجة حبها لها كبيرة قوي وصعبت عليها عشان ظروفها هل ممكن مراته توافع انه يتجوز مرات الادهة والامرم السؤال اللي بتقولي ده ان الاستاذة مونة شخصيا هي اللي احتمال تقلب كرسي في القلوب لانها ممكن من شدة تعلقها وحبها لي بعد شوية هي عندها احتياج وارض عطشانة فهي ممكن تبوز الدنيا وتبتجي تقول له انا فين وانت فين وانا بحتجالك وممكن هجيب كرسي في القلوب وتقلب الدنيا هو انت جبتي كل ده من المواصفات انه متطلعش غير من ستة قوية جميلة معها فلوس مش هترضى بشريك فهتخش تاخد الحاجة التانية بتاعت حد تاني ومترضاش ان حد يشاركها فيها لأ يعني عمرها ما هتعمل كده عمرها ما تيجي تقول انا مش عايزاي يبقى زوجها هي في وم الايام او انت مش مرتاح معها لو كنت مرتاح معها ما كنتش بوسطلي لو كنت مرتاح معها ما كنتش بوسطلي مش اخلقها لا 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 هي انبل من كده انا بكلمها من جوة اوي كامرأة وكسات شغلتي نفسي البشر اشتركوا في القناة